السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي صحيح أن الأنناس يعطينا 58% من حاجة جسمنا من فيتامين سي و44% من حاجة جسمنا من المنغنيز لكنه لا يصلح للناس اللي دمهم زي العسل للحلوين لا يصلح للسكريين إلا بالطريقة اللي رح أذكرها إن شاء الله لاحقا السعرات الحرارية 60% للناس اللي بتحسب السعرات الحرارية المؤشر اللي غلايسيمي بتراوح ما بين 53 إلى 73 الكربوهيدرات 13 11 غرام الألياف 1.5 غرام السكر 10.5 غرام والنشا غرام 1 يعني 100 غرام من الأنناس فيهم 11.5 غرام سكر فراكتوز 2.5 غرام والغلوكوز 2 غرام والسكروز هو 6 غرام اللي هو عبارة عن خليط من الغلوكوز والفراكتوز وبيظل النشا الباقي هذا الغرام الواحد رح يتحول إلى سكر طيب يا دكتور يعني أن حرم منه بجوز يجع بالي آكله بقول لك كل هذا درجات استواءه 6 أو 7 درجات الأول والثاني والثالث مسموح والرابع برضو مسموح لكن بنسب أقل لأنه كل ما نضرت الفاكهة بيزيد نسبة السكر فيها فالأول والثاني والثالث والرابع مسموح هاي الدرجات مسموحة وياريت تكون من الدرجة الأولى أو الثانية لأن السكر اللي فيها قليل جدا وما رح يأثر على الناس الحلوين اللي دمهم زي العسل ولأنه ما بيكون طري مثل الناضج خذ أنت مثلا 200 غرام من الدرجة الأولى أو الثانية حطهم بالخلاط حط ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة فوقهم ورشة صغيرة من جسل الطيب أو حبة البركة وحط عليهم شوية مي واخلطهم بالخلاط لا تعصر عصير اخلطهم بالخلاط وتناولهم وصحتين وعافية بتكون أخذت الفائدة من بيتامين سي واخذت الملغنيز ضعف ما تحتاجه كل يوم طيب أنا ما بدي الخلطة هاي أنا بدي أكل الأنناس الناضج قديش مسموح لي خذ 50 غرام ما عليهم مبارئة أنك بتكون أخذ تقريبا ملعقة واحدة من السكر لكن اتراقب باقي المأكولات الناس اللي بتحركوا كثير أو شغلهم شاق أو متعب شوية أو الناس اللي بيلعبوا حديد أو اللي بيمارس الرياضة الجري أو اللي بيمارس المشي ناول 100 غرام من الأنناس الناضج وافحص قبل وبعد يعني شوف هل رفع عندك السكر أم لا فإذا ما ارتفع السكر صحتين وعافية لكن إذا رفع عندك السكري فياريت تبتعد عنه وحتى تكون في السليم وتكون مطمئن وتبعد نفسك عن عواقب السكري ومشاكله ياريت ما تتناول إلا الفاكهة المسموحة وإذا بدك تعرف شو هي الفاكهة المسموحة ما عليك إلا أنك تكتب في اليوتيوب الدكتور علي القاسم الفاكهة المسموحة بتجد هذا الفيديو إن شاء الله بتتفرج عليه ومش بس هيك أي موضوع بدك تسأل سؤال عنه اكتب اسمي والموضوع اللي تسأل عنه يعني مثلا الدكتور علي القاسم الفول الدكتور علي القاسم العدس الدكتور علي القاسم كذا على الرفع باستمرار بإذن الله للي بشاهد فيديوهاتي لأول مرة أحكي لك قصتي باختصاب في 2017 طبعا تعبت من الأدوية أدوية السكري التي تزيد ولا تنقص بدون فائدة وكان التراكمي طبعا عندي الضعف يعني المفروض يكون خمسة وشوية كان تقريبا 11 مع الأدوية تدبرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وافهمت منه يعني بحسب ابني آدم أكلاتي وقيمنا صلبة يعني كل عشان تعيش مش تعيش عشان تأكل وهذا بحثنا أنه نعرف شو بنأكل ونأكل بوعي شاهدت كم فيديو عن السكري وكذا وإشي فخلاص اقتنعت قررت أنه أعرف كل شيء أكله ليه؟ حتى أدير بالي وما يرتفع السكر حتى ما يجيني كوليسترول ودهون ثلاثية وغيره حتى ما يرتفع عندي الضغط أو يجيني الضغط اللي هو أيضا عرض مش مرض الضغط مش مرض ارتفاع الضغط هذا عرض لأسباب أخرى وحتى ما يزيد وزني وأحافظ على الوزن المثالي وكل ما عرفت أكثر ابتعدت عن الخطر أكثر قررت ترك الدواء ودراسة السكري والمأكولات كلها أي الأشي باقلو لازم أدرسه ولازم أعرفه وأنا ما بقول لك تترك الدواء مثلي مثل ما فعلت أنا لا لا تترك أنا ما بنصحك تساوي هيك عندك طبيبك إن شاء الله تستشيره سؤالنا هل يصلح البرتقال لمريض السكري أنا بقول لا يصلح ولا أنصح به ما بنصح فيه بالنهائي ليه طيب شو السبب ما بسير يا دكتور ما يعني ما بنفع لذيذ وكذا تمام تمام صار عندنا سكري صار عندك سكري مقاومة إنسولين بتحاول تخفف وزنك ما بنصح فيه نهائي أقول لك السبب سكر 20 غرام في البرتقالة يعني أربع ملاعق سكر يصلح ولا لا يصلح شو رأي يكون المفروض المستوى والمعدل يكون في جسمنا مكعب سكر واحد يعني أقل يعني خمسة غرام ستة غرام لما نحط أربعة أو ثلاثة زيادة شوفوا شو بيصير في سكر الدم مرتفع ولا مش مرتفع طبعا اللي بتناول أدوية السكري أي نوع المنظم اللي هو الميتفورمين أو الكروكوفاج أو اللي هو الديامايكرون الجارديانس حسب نوعيته حسب اسمه في البلد اللي انت فيها اللي بيأخذ أدوية السكري نصيحتي كل بورتقانا وافحص بعد ساعة وبعد ساعتين وبعد ثلاث ساعة افحص يعني كل بورتقانا واجرب بنفسك ممكن أنا جسمي غير عن جسمك ممكن كذا لكن أنا بقول لك رح يرفع السكري فكل اللي بيأخذ أدوية السكري مهما كان نوعها خذ بورتقالة وقيس بعد ساعة وبعد ساعتين وبعد ثلاث ساعة وشوف برفع السكري عندك ولا لا أما اللي بأخذش دواء أنا بقول لك جارانتي مئة بالمئة من غير نقاش توكل بعد نص ساعة ساعة بيبدأ السكري في الارتفاع ما بفش عليها غبارة يعني اللي بلعب رياضة وعنده سكري يأكل برتقالة وبعد ساعة يفحص ساعتين يفحص ثلاثة يفحص نفس الشي عشان ما نحرم الناس يعني لكن برجعه بقول مقامة إنسولين سكري ممنوع قلل منه قدر المستطاع السكر التراكمي مرتفع تقربهوش نهائي ما بدك إياه لغاية ما تنزل السكر التراكمي وبعدين تقربهوش كيف هاي؟ التراكمي عنده مرتفع ما يقربهو ما بالزمن وما يعني لما ينزل السكر التراكمي برضو تقربهوش نصيح فيه هذي لوجه الله طبعا برجعه بعيده بكرر اللي ما بدوش ياخد أدوي وفي فيديو موجود إن شاء الله عن السكر التراكمي ممكن تفهم أكثر وتعرف أكثر عن السكر التراكمي شو بالنسبة للتخصيص؟ شرحوا نفس الشي نفس المعدل وطبعا العصير ممنون عصير أي فاكهة ممنون ليه؟ لما نأخذ عصير إحنا شو بناخد؟ سكر ومية خاصة يعني بيجيني أسئلة في التعليقات أنا بعصر البرتغان أو التفاح أو الجزر أو كذا وبرمي التفل الحتل يعني برمي وبشرب العصير طازج لا الأفضل تأكله التفل وبتشربش العصير هذا مية وسكر هذا مية وفركتوز مش أكثر ورح يتحول لغلوكوز رح يتحول لغلوكوز رح يتحول لغلوكوز لكن ما بيطلع على الدم بسرعة سكر الفاكه ما بيروح لازم يروح على الكبد بالأول ينعمل في المصنع بعدين يتحول لغلوكوز عشان هيك فيه طبيب هندي طلع ما بدري شفته الفيديو ولا لا قال أكلتو فاحة قدام الناس وبعدين فحص بالماكنة إنه مرتفعش عنده السكري ليه لأنه الماكنة هاي بتفحص إشي اسمه غلوكوز فقط يعني لو حطيت كاز على نقطة الدم لو حطيت شو ما حطيت مستحيل يفحص هذا الجهاز إلا لغلوكوز فقط غير هيك ما بالفعل طيب لما نشرب عصير إحنا بنعمل سونامي على الكبد الكبد اللي مشغول كذا مية شغلة لجسمنا بعص بعص بيزعل أنا قاعد بساعدك وإنت قاعد بتدب علي سكر وغلوكوز وكذا وغيره بتوقف عن تحويل لفريكتوز لغلوكوز بيصير يحاوله لشيء أسهل عليه اللي هي سمنة ودهون وييجي أخ أو أخت يقول لي أنا ما باقلوش خبز ما باقلوش عز ومخفف من كذا ومخفف من كذا وما بشرب إلا عصير طبيعي بعصر وبشرب ولكن جسمي مش راضي يتحسن من هذا السبب نقطع العصائر نهائيا طيب يا دكتور طب ما له فوائد كثيرة ما هو يعني كيف نحن نستغني عنه والفوائد تبعته أقول لك شو فايته بالنسبة إلي طعمه غير يقمديش عندي غير طعمه يعني ممكن أستغني عنه بسهولة ما يعني ما بلزمنيش لهذهك الدرجة الفوائد بتيجي من الفيتامينات والمعادل ومن الأنزيمات والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية وغيره طيب حاجة الجسم قديش هذا بعطيني منها من كل الفيتامينات من 1 ل 4 بالمية أعلى شيء البوتاسيوم والكاسيوم وذكرتها قبل شوي هذا من ناحية المعادل من ناحية المعادل من ناحية الفيتامينات أعلى شيء بعطيني لهو B1 وB9 بعطيني ثمانية بالمية والباقي كله تحتك خمسة ثلاثة واحد بالمية من حاجة جسمي اللي في اليوم باستثناء فيتامين سي معظم المنظمات الصحية بتراوح اللي بقول لك ستين حاجة الجسم ستين ميلي غرام اللي بقول خمسة وخمسين اللي بقول سبعين اللي بقول كذا لكن معظم أو أغلبها تقول أربعين لخمسة واربعين حاجة الجسم اليومية أقل شيء يحتاج جسمنا من فيتامين سي ماشي نأخذ المتوسط قول خمسين المية غرام من البرتقال فيها ثلاثة وخمسين ميلي غرام من الفيتامين سي لكن ما ننسى المية غرام فيهم معلقةين سكر كل مية غرام من البرتقال اللب مش العصير معلقةين سكر خليكم معي واحدة واحدة المية غرام من الفراولة معلقة واحدة سكر وأعلى نسبة في فيتامين سي هذه الفراولة 100 غرام الليمون وخاصة الأخضر فيه 4 غرام سكر وبرضه نسبته أعلى من اللي موجود في البرتقال يا سلام الكيل 200 بالمية من حاجة جسمك اليومية وفيه 2 و 3 بالعشر غرام سكر يعني هسا أنا أفكر كإنسان بده يفيد جسمه أخذ الكيل ولا أخذ البرتقال اللي فيه 10 غرام سكر في الميت غرام وطبعا إحنا ما بنوكل نصف بردقانة إحنا فيه ناس بوكل 3-4 حبات يعني أضرب لي هذا الرقم العشر هذا في 5 في 6 طيب شو رأيك على الجوافة 400 بالمية وزيادة من حاجة جسمك خاصة الخضراء تستفيد كل فيتامين سي الخضراء اليابسة وذكرت قبل هيك كل ما كانت الفاكها قاسية كل ما كانت أفيد وأقل بالسكر والمشاكل الثانية ف100 غرام الجوافة فيها 5 غرامات سكر وأربع أضعاف حاجة جسمي من فيتامين سي طيب هيك بيصير كثير في الجسم لا لغاية 1000 ميليغرام ما فيه عندك مشكلة لما نأخذ جسمنا لكن أقل وقلنا 40 أو 50 لكن حبت الجوافة أو 100 غرام الجوافة أحسن من البرتقان بكذا مرة فما بلزمني ليه لأنه سكر وعالي هذا أهم إشي لازم نفهمه فأقولنا هذا البرتقالة المئة غرام فيها 10 البرتقالة فيها 20 غرام سكر شو رأيكم مرتفع ولا مش مرتفع شو رأيكم يعني زي ما تأخذ كاسة شاية أو كاسة قهوة تحط عليها أربع معالج سكر هي هي نفس الشيء هل بتعمل هيك؟ إنسان عنده مقاومة إنسولين عنده سمنة عنده كذا تأخذ أربع معالج سكر بتحطهم على كاسة القهوة أو فنجان القهوة وبتشرب لا هذا نفس الشيء أنا بفضل هذا البرتقال هذا هو أعتقد كلمت عنه قبل هذا هو هذا البرتقال الياباني أو الكمكوان هذا هو سكر أقل فوائد أكثر ها سكر أقل فوائد أكثر وأنا بستهلك منه على الأقل إذا توفر طبعا عنا هون مش بتوفر في ماليزيا مش بتوفر دائما في الأردن برضو موسمي إلا بالشتاء لكن زي ما قلت من أوقات لأوقات بتلاقيه موجود أنا لو أقل ثلاث أربع حبات كل يوم من هذا ما صار عندي مشكلة لأنه ليش الثلاث أربع حبات فيهم خمسة غرام سكر وفوائد قد البرتقال خمس مرات ست مرات فما بلزمنيش إذا كان عندي خيار بأكل فراولة بأكل جوافة بأكل خضروات وكيل وكلها مليانة بيتامين سي أفضل من البرتقال حبة البرتقال بتكون من مية وخمسين لميتين وعشرين غرام حسب حجمها في حبة كبيرة في حبة صغيرة يعني أبو صرر كبير مثلا في البلانسيا هذا أقل منه وهلو مجرى دم الزغلول أقل منه يعني حسب فبتراوح من مية وخمسين لميتين وعشرين غرام طبعا بدنا نشيل عشرين لثلاثين بالمية قشر قشرة البرتقال هاي اللي بنقشرها وبنرميها ومع أنه فيها فوائد أكثر من البرتقال نفسه بتيجي من عشرين لثلاثين ثلاثين بالمية وإن شاء الله راح أعمل حلقة أو ممكن تكون الحلقة القادمة عن فوائد قشور البرتقال نتكلم الآن مش عن حبة كاملة نتكلم عن مئة غرام من اللوب مش القشر القشر مش داخل في الموضوع مئة غرام حتى يكون أسهل يعني مئة غرام وطبعا ما بتحدث عن العصير العصير بذكر القيام بعد شوي المؤشر الريقليسيمي من أربعة واربعين لخمسة وخمسين متوصل برفع السكر لكن ببطل بس راح يرفع السكر هذا اتفقنا عليه في فيديوهات قبل هيك وفي هذا الفيديو بأكد عليه راح يرفع السكر لكن ببطل يعني راح يرفعه بنصف سرعة السكر تبع المائدة نسبة سكر المائدة في المؤشر الريقليسيمي مية هذا من أربعة واربعين يعني نصف إذا برفع السكر العادي سكر المائدة إذا برفعه بسرعة خلينا نقول 20 كيلو متر في الساعة فهذا برفعه بسرعة 10 كيلو متر في الساعة مية 83% منه مية الميتة غرام سكر كل ميتة غرام 10 غرامات النشأ 3 غرامات الياب في 2.5 غرام كل ميتة غرام في 2.5 غرام بروتين أقل من غرام 0.9 بروتينات كلها الدهون 0.1 يعني مش كثير باقي الفيتامينات والمعادن والأحماض والأنزيمات ومضادات الأكساد وكل الباقي 1 غرام غرام واحد من هذه البرتقالة خلينا نشوف طيب في معادن كثير وفي كذا طيب نشوف بوتاسيوم فقط 4% من حاجة جسمك اليومية في الميتة غرام 4% فقط كالسيوم 4% من حاجة جسمك اليومية فقط مغنيزيوم 3% من حاجة الجسم اليومية فوسفور 2% من حاجة الجسم اليومية منغنيز 1% من حاجة الجسم اليومية زينك 1% من حاجة الجسم اليومية حديد 1% من حاجة الجسم اليومية وفيه شوية نحاس وشعرة سيلينيوم وصوديوم تقريبا صفر نشوف شو فيه فيتامينات فيتامين A في واحد ونص من حاجة جسمك اليومية فيتامين B1 8% من حاجة الجسم اليومية B2 3% من حاجة الجسم اليومية B3 2% من حاجة الجسم اليومية B5 5% من حاجة الجسم B6 5% B9 8% 8% من حاجة الجسم اليومية فيتامين C 64% من حاجة الجسم اليومية خليكم معي اخوان فيتامين E 1% من حاجة الجسم اليومية وكولين فيه 2% من حاجة الجسم اليومية واللي بدي يشوف قديش مقدار حاجة جسمنا اليومية من كل المعادن والجيتامينات الضرورية لجسمنا فشاهد هذا الفيديو حتى يكون عندك معلومات أكثر حجم التفاح بتفاوتنا بين حسب نظر فيه مية من الميتين غرام 166 غرام كربوهايدرات 30 فيهم ألياف أربعة وثمانية بالعشرة سكر عشرين وفيه ستارش اللي هو النشا هذا النشا الأبيض زي النشا اللي بيستخرجوه من الضرة أو اللي بيستخرجوه من البطاطا هذا النشا لما تذوقه وما لوش طعم بس نشا فهذا موجود أيضا في الفواكد وموجود في القضارة وموجود في كل شيء بس بنسب بروتين 0.5 دهون 0.4 أحماض وفيتامينات وأنزيمات ومضادات أكسل ومعادن وكل المواد الأخرى 1 و1 بالعشرة غرام والبذور تقريبا 2 غرام هاي المعادن اللي موجودة في التفاحة النسب اللي فيها أعلى شيء فيها البوتاسيوم اللي هو رمزو K أربعة ونص وباقي المعادن كميات قليلة جدا من حاجة جسمنا اليومية كميات قليلة وإيلا وهاي الفيتامينات أعلىها فيتامين سي اللي موجودة في التفاح معاش بالمية التفاحة المتين غرام تعطينا 12% من حاجة جسمنا اليومية و8% بيتا كاروتين والوتين اللي هو فيتامين ألف أو فيتامين A وفيها كمان أحماض وأنزيمات ومضادات أكسل السؤال هل يصلح لمريض السكري أنا ما بنصح فيه ببنصحش فيه طب شو السبب أنا أقول له ببساطة التفاحة المتين غرام فيها عشرين غرام سكر وخمسة غرام نشا يعني خمسة وعشرين غرام سكر خمس معالج سكر في التفاحة الواحدة كثير 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 فما بنصح فيه هذا رح يرفع السكر يعني تخيل السكر الطبيعي عندك لازم يكون فيه مكعب واحد من السكر أو ما لقيت سكر واحدة في الدم لما توكل أنت بتحط زيادة أربع معالج على الطبيعي فما بنفعش يعني اللي بيأخذ أدوية طبعا اللي بتناول أدوية بيقدر نظر مثل فورمين أو جارديانس أو ديمايكرون أو تراجينتادو اللي بيأخذ الأدوية السكري يأكل تفاحة ويفحص بعد ساعتين ويشوف رفع التفاح عنده السكري ولا لا مع الدواء أو براحتك يعني زي ما بده فاللي بيأخذ الدواء بدي يأكل تفاح ويستفيد من فوائده يتفضل يأكل تفاح لكن أنا ما بنصح فيه لأنه رح يرفع السكري اللي بيأخذش دواء ممنوع يعني مهائي اللي ما بيأخذ دواء اللي بيلعب رياضة ما فيه مشكلة وعنده سكري بيلعب رياضة وعنده سكري يأكل تفاحة وبرضه يفحص بعد الأكل بساعتين بعد الأكل بساعة بعدين بساعتين ويشوف وقديش سرعة ترفع السكر في دمه يعني يعرف بنفسه وخلص إذا عرفت إنه هذا مناسب إلك كل عرفت إنه غير مناسب إلك لا تاكله إذا كان السكر التراكمي مرتفع ممنوع ما تاكلوش لأنه رح يرفع لك السكر التراكمي وعلى المدى الطويل رح يتأثر عليك بشكل كبير وهذا فيديو للي بده يعرف السكر التراكمي موجود في القناة طيب شو بالنسبة للتخصيص شرحه ممنوع إذا بدك تخسس لا ما تاكلوش تفاح بدك يخس وزنك ما تاكل تفاح طبعا العصير زي ما قلت ممنوع منعا باتا ليه عبارة عن سكر ومي هذا هو اللي موجود في عصير التفاح سكر ومي طيب ممكن يكون له فوائد والناس كلامها صحيح ولازم نأكل تفاحة كل يوم طيب ماشي منين بتيجي الفوائد فيتامينات ومعادن وأنزيمات الكربوهايدرات والسكر ما بعطونا إلا طاقة بتتحور بتروح على الخريعة الطاقة طب هو جسم الإنسان مليان سكر ومليان إنسولين فننسى النشويات والطاقة خلينا نقول الفوائد الأخرى تيجي من الفيتامينات والمعادن مقدار حاجة الجسم اليومية في ميت غرام من التفاح بعطينا أعلى شيء 2% اللي هو البوتاسيوم هذا في المعادن من الفيتامينات بعطينا أعلى شيء اللي هو فيتامين A أربعة وأعلى منه بشوي اللي هو فيتامين C أعلى منه بشوي اللي هو فيتامين C طيب بناء على كل المصادر من 40 50 60 حاجة الجسم اليومية من فيتامين C 40 50 55 60 لكن أغلب المواقع بتقول 45 40 خلينا نقول بدنا نأخذ ميت غرام من التفاح ونأخذ أنه المتوسط الحاجة من الجسم أو حاجة الجسم من فيتامين C 50 ملغرام خلينا نقول الميت غرام تعطينا 6% من فيتامين من حاجة الجسم اليومية من فيتامين C بس كمان معاها 12.5 غرام سكر شوفوا أكلها ولا أكل 100 غرام فراولة اللي فيها بس 5 غرام سكر وبتعطي جسمي أكثر من 100% من حاجته اليومية شو الخيار إلا تأكل فراولة مثلا ولا تأكل التفاح ما أترك الخيار إلا ولا تأكل 100 غرام لمون اللي فيهم 4 غرام وبرضو أعلى بنسبة فيتامين C ولا تحط شوية كيل يعني 100 غرام كيل على الصلطة اللي بتعطيك 200% من حاجة الجسم من فيتامين C وفيها بس 2.3 غرام سكر هاي ولا هاي بالعقل طيب ولا نأكل جوافة اللي فيها 5 غرام سكر كل 100 غرام و400 يعني 4 أضعاف حاجة جسمنا من فيتامين C أي وحدة اللي أفضل للإنسان اللي عنده سكر يريد أن يضبط السكر عنده وفي ناس سألوني في الفيديو السابق عن تعليقات الفيديوهات القديمة أو الفيديوهات السابقة ما هي الجوافة الجوافة اسمها بالعربي جوافة وبالإنجليزي جوافة يعني ملهاش اسم آخر فما أدري الصورة هايها موجودة واللي بده يعرف ما هي الجوافة يدخل إن شاء الله على جوجل بس يحط جوجل وصورة الجوافة وتطلع له ممكن تكون مش موجودة في بعض الدول ما أدري أو سمعت إنه مش موجودة في المغرب ما أدري الخبر هذا صحيح أو لا تزرع في المغرب أو شيء من هذا القبيل طبعا هل يعقل إن أنا أدخل لجسمي خمسة وعشرين غرام سكر عشان أكل تفاحة وشوف طعم التفاحة ما أكل غيرها فيه إشي غيرها يعطيني فوائد أكثر أكل غيرها أكل الجوافة أكل الكيل أكل الفراولة تتياتي بشكل عام ما فيه مانع مش شرط إنه لازم أكل تفاحة لكن إذا بدك مثلا عشان طعم ثمك كلك ربع تفاحة يعني قسمها خمس تفاحة يعني معلقة سكر واحدة ما فيه مشكلة عشان طعم ثمه الإنسان طيب إله أضرار نعم القذور لها أضرار إذا بنقرش القذور هاي فيها مادة اسمها أميقدالين هاي تتحول الهايدروجين سيانايد اللي هي مادة سامة سيانيد الهايدروجين طبعا البذور تخرج منها من ثلاثة إلى ثمانية مليغرام الجرعة القاتلة من خمسين إلى ثلاثمائة مليغرام فأهم شيء إنك ترمي البذر فيه ناس بقول أنا بأقلو البذر طيب ممكن يكون فيها أربع بذرات خمسة عشرة حسب بس هذا على المدى الطويل رح يضر جسمك ما رح يفيده أي إنسان عنده حساسية ما يأكلوش يعني فيه ناس عنده حساسية للجوافة فيه ناس عنده حساسية للسمك فيه ناس عنده حساسية للتفاح فيه عنده حساسية للقمح فإذا عندك حساسية من أي نوع إذا أكلت التفاح حكة مثلا إشي في الفم مغص ما تأكلش التفاح وهذا يمشي على باقي المواد طب إذا كان هذا الحكي صحيح يا دكتور إنه تفاحة في اليوم تغني عن زيارة الطبيب كيف بدنا نستفيد منها بسيطة بنحصل على فوائدها إذا بدك تأكل تفاح بالطريقة التالية بتحق بالعصارة هاي اللي بتفصل العصارة اللي بتفصل المية عن التفل عن الحتل تبع التفاح العصير يعطيه للأطفال للي ما عنده سكري للشخص بده يشرب تفاح أو عصير تفاح مع أني ما بنصح فيه للي ما عنده سكري بده يستمتع بطعمه ماشي الحال واللب خذه وحطه بصحن زي هيك هاي هذا له تفاحة كاملة هاي يعني كأنها هاي وكونوا بالمعلقة طعم التفاح كله فيه باستثناء السكر أو سكر خفيف جدا لأنه هذا العصير كله طلع منه اللي ما عنده خلاط زي هيك اللي ما عنده عصارة زي هيك يحطها بالخلاط وفوقها شوية مي ويعصر يخلطها وبعدين يصفيها ويوكلها زي ما بقولها هيك بتوقل خلص التفاحة كاملة يعني بالكثير بيكون وصلك عشر الكمية من السكر اللي موجود فيها بسم الله الرحمن الرحيم هاي هاي تفاحة كاملة بكملها بعد شوي ان شاء الله تفاحة كاملة طعم التفاح كله عندي سكر ما فيه وما رح ترفع للسكر هذا قارنتي وممكن تأكلها كل يوم ما في عندي مشكلة ليه لأنك شو بتوقل انت قاعد توقل أرياف وباقي الفيتامينات اللي فيها نسبة ضئيلة من النشأ اللي ظلت فيها ونسبة ضئيلة من من السكر لأنه أنا بقول هذا هيك ما لهش طعم سكر بالمرض خفيف خفيف جدا يعني سكر كأنه ما فيها نهاية وهذا هذا الطريقة الوحيدة اللي أنا بنصح انك تأكل فيها التفاح إذا كان عندك سكر ولازم ندير بالن أخواني وأخواتي من الفريكتوز خاصة اللي عنده سكر ليه حتى تحافظ على معدل السكر عندك ما يرتفع وحتى ما يزيد الكوليسترول والدهون الثلاثية وحتى ما يرتفع عندك الضغط أو يزيد وزنك أو وزنك ولكن مشكلتنا أنه نحن ما بندير بالنا أغلب العرب ما بندير بالنا بنكون وصلنا إلى هذه الحالة بسبب تصرفاتنا وأكلنا الزائد عن الحاجة والزائد عن اللزوم ولأخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحدث سكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحديث سكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفعك هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته